مولانا يثور الكلام ويذهب الناس فيما يذهبون إليه ويعودوا يتكلموا ويتحدثوا على مراتوا ومش عارف إيه أضربها ولا ما أضربها وده صح ولا غلط أي رأيك في حكام ضرب الزوجات يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وعاشرهن بالمعروف الله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله الله يا حبيب ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه الراشدين وأولياء الله الصالحين أجمعين وبعد الحقيقة يا سعادة النائب الإعلام المحترم يسيب الحسيني يجب أن نفهم جميعا الفرق ما بين الإطلاق أو العموم والأمر الخاص يعني فيه واقعة ممكن نقول إنها عامة ومطلقة زي أقيم الصلاة ده لا تخص إنسان دون إنسان الخطاب للمكلفين حلو وهناك وقائع خاصة وقائع خاصة يعني بلاش كلمة ضرب الزوجات نقول إيه باب طرق تأديب الزوجة بس أي زوجة هل الزوجة اللي بتغطئ خطأ بسيط ولا الناشز بطبيعة الحال تأديب الزوجة إنما للمرأة أو للزوجة الناشز التي خرجت عن حدود الله عز وجل خرجت عن حدود الله عز وجل وهذا هو المعني بقول الله تعالى في سورة النساء والتي تخافون نشوزهن فعظهن وعد وهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغى عليهن سبيل الفقاء لم تناولوها ما تناولوش على أني الموعزة والهجر في المضجع والضرب غير المبرح إنه واجب أو لازم لا مباح الأول هنبعد عن حكتين لهو واجب إلزامي ولهو من دوب أما الألوية قاله ده يجوز يجوز أنك تفعله ويجوز أنك لا تفعله ويفضل أن لا تفعل ما هو ما قاله بقى في الآخر كده بس الأول بنبسطها لمشاهدين ومتابعين الكرام إن هي الأوامر هنا مش إلزامية مش عايزين نعمل زي المذهب الظاهري أو المتسلفة الوهبية لما بيأخذوا شواشي أو رؤوس خبط كده عشوائي للأمر أو الناس تجريد الآيات من معانيها أو نزع السياق سليم الفقهاء قالوا إيه سبحان الله إنهم سبقوا العصر الحديث الإمام الشيخ الدردير آخر فقهاء المالكية طبعاً أنت عارفوا أنه هو من بني عادي من أصيون أصيون وضريحه العامر في الغورية رباً قد تبقى لك وهذا رجل كان من المجددين والموسوعيين في نفس الوقت الشيخ الدردير قال كلام يكتب بماء الثهب قال الأفضل العفو إبقاء للمواد العفو بس احنا بكلم عن مين مش أي زوجة أنا عمال أبسط ويصق للمشاهدين المتابعين يا ناس تأديب الزوجة الناشز إنما غير الناشز اللي ممكن تختلف معاك خلاف عهدي في مأكل في مصروف خلافة زوجية من اللي بتحصل كل يوم يعني خلافة زوجية دي خارج عن الموضوع نهائي إنما إحنا القرآن تكلم عن المرء الناشز لأن ربنا مقال الصالحات وقانتات القانتات المطيعات لأزواجهن في حدود الله عز وجل حلو الصالحات قانتات إنما الناشز خرجت عن حدود الله عز وجل يعني تكفر العشرة خد تبال حضرتك لا تقوم بما أوجبه الشارع عليها من الواجبات وطبعا لها حقوق أنا أنصحها ووعظها نعم لحياة دي الآخر ما وصلناش لحلول فطلقهم بإحسان مزب ولا مد إيدي ولا إلا أدبي ولا بتاع شف هنا حضرتك الشيخ الدرجل قالي بقى رحمة الله عليه من أواخر الشيخ المالكي لا يجوز الضرب المبرح اللي هو بيسبب كسر أو إتلاف أو جرح إلى آخره ولو علم أنها لا تترك النشوذ إلا به ده لسه يكلم كلام أخطر ألف إن وقع يعني لو أن الزوج مع المرء زوجته الناشز ضربها ضربا مبرحا فلاها التطلق عليه يعني لها أن تطلب الطلق للضرر لسه ولها القصاص منه الإبراح في الضرب ده هل بالضرورة يعني وهنا ده سؤال إنها مش عارف تتعور ولا لا الإهانة في حد ذاتك بالضبط يعني لو واحد يقولك أصلاً ضربتها بالألم على وشها بس أصلاً دي حاجة لكسرت ولا عورت ولا ألمت لا 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 ودي إهانة وإلة أدب على فكرة عن الوجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هنا حضرتك العلماء لما تكلموا عن الضرب كأمر استثنائي على غير الأصل الأصل العفو الأصل هو العفو خلي بالك بقى أحسنت يبقى الأصل إيه العفو إذا كان العفو مع غير الزوجة وإن تعفو أقرب للتقوى بس كده مش هربون قال كده أصلك إنت كبني آدم هل هتقبل إنه أمك تضرب لا أختك لا بنتك طب ليه الست دي تضرب يا أخي بالضبط فالأصل إيه العفو قد يصار إلى استثناء بسيط في حالات قليلة جدا وهي المرأة الناشز ولكن الفقزة ما قلت لك ألو إيه ألو إبقاءا للمودة خطبالك ومراعاة للآدمية ولذلك لنا في رسول الله أصواته الحسنة وكان نفس الناس اللي كلمت فاز الموضوع يلتفت الأول إلى التأسيب الرسول الله شوف الوصفين ألوه ما ضرب النبي امرأة القط الله أدي سلوك النبي هو ده بقى ما ضرب النبي ايه امرأة القط شوف حتى لدرجة لما نرى صورة الأحزاب وبعدين تكاتفوا عليه أقالوا له يا رسول الله يعني احنا بنعيش معك على الطمر والحليب ونساء كسرى وقيصر يعني الفرس والروم يتمتعنا بالجواهر وبالحرير وبالفاخر الأكل والشراب يعني معناها المعيشة بتاعتك دي ما تنفعناش عملوا عليه تكاتف فربونا شو بقى بنزلوني يا نساء النبي الله لستونا كأحد من نساء وبعدين بقول يعني ربونا سبحانه وتعالى بيخيرهم إن كنتونا تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعوكونا يعني تاخدوا ايه نفقة المتعة وأسر حكونا صراحا جميلة جميلة صراحا ايه الكلام الحلو عمل ازاي جميلة جميلة وإحنا عندنا في القرآن فيه الصبر الجميل والعفو الجميل وهنا قال صراحا ايه صراحا جميلة الرسول عليه السلام لم يواجه هذا بالشدة ولا بالعلم انت عارف الرسول عمل ايه ولم يطردهن من بيوت ولكن اعتكف في المسجد حتى ان واحد راح سيدنا عمر قال له تعالى فازحا قال له هل جاء السفياني عشان ده راجل كان بيتربص به من الاعراب قال لا حصل ما هو اشقه من هذا الرسول سيطلق نساءه طبعا ستنا حفصة من سيدنا عمر كانت من ضمن الازواج فالمهم زهب سيدنا عمر فواجد الرسول فيه محتكف في المسجد يعني الرسول ما طرد زوجه شوف زعله جز ازاي ده هو اللي ميش من البيت ما طرد وما ضرب وما نهر وما شتم يبقى النهاردة لما نيجي للمرجعية الكبرى يبقى التأسي والاختداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحالة الاستثنائية اللي هي في الآية ليست إيجابا ولا إلزاما وليست سنة وليست ندبا ده مباح وإنما الأصل العفو بس كده بولانا كما جرت العادة بتجيب الحاجة في قلبها اشتركوا في القناة